بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله عايزين ان شاء الله في هذا التمرين اللي رسمنا فيه للسبب بور نقدر عايزين نضيف اي فيتشر اخرى فهنروح على فيتشر وهنشوف ايه الفيتشر الاخرى ممكن نضيفها طبعا احنا عملنا فيس فتعالا الاول قبل ما نضيف فيتشر اخرى نعمل عملية الفيسنج هتكون ازاي from feature فهضغط على الاول ايه from dimension ضغط على face هشوف التالي هاي يلاقي المينيو اللي جات يقولك what do you want the face to be located شكرا الفيس انسيب المينيو دي مش هنعمل فيها حاجة هنيجي هنا خدت بالك انا عملت ايه المرة الماضية ان انا جيت في edit properties وضفت ان بتعاملية الفيس ده هيكون اديه بopen 06 فهو حافظ لي هنا الopen 06 اللي انا حطيتها فمعناها كده بيقولي هي دي thickness اللي هيتشغل من الميتيريا لعشان عملية الفيسنج يس وشوفت انا اول ما ضغطت هنا بدأ يقولي هو ده ايه التول اللي هيتشتغل في هذه الكنية يعني التول طيب كده فيه اي حاجة تانية لا شكرا هنضغط كده نقوله الان ما نضغط finish او لو انا عايز اشوف اضغط على الارو لو فيه اي حاجة تانية استعملها زي مثلا يقولي ايه finish خلاص يبقى finish ونتهينا من هذا الفيتشر وهنضغط على حاجة تانية او edit properties زي ما شفنا وعملنا edit properties وجبنا منها ايه thickness اللي هو ده او finish and create more لو انا عندي نفس الفيتشر اللي انا بشتغل بيها وعملت نفس الديمنشن ومزبط كل شيء فنو نيد ان انا اطلع من الفيتشر ولا خليني فيها وقوله ايه finish and create more يبقى هو هياخد نفس الديمنشن ونفس كل حاجة وكل اللي علي ان انا حدد فين البوزيشن اللي هتبقى موجودة فيه فنضغط على finish خلاص اصبح كده عندي عملت عملية ايه الفيسن شوف هو الترتيب يقول لك ايه automatic ordering هو قال لك يا الله اعمل ايه الاول انا اتعمدت ان انا خليها هي رقم اثنين ايه شانا اريك رغم ان انا خليتها هو رقم اثنين اه وبدأ عملية ايه الفيس الاول وبعد ما عمل عملية الفيس بدأ يعمل مين عملية ايه الستيب بور ما تيجي نشوف لنا خاصية تانية او نشوف لنا فيتشر تانية من دب ايه اخر خاصية اللي هناخدها في ده طب تعال هنا على فيتشر تعال ناخد hole ونقول له ايه التالي اول ما تغطى على ال hole يظهر لي ان في عندي ايه plane hole وفي ده تعالى ده كتير ده في plane hole وفي counter bore وفي counter sink وفي counter drill وفي tabbed hole وفي cd tabbed hole يعني اذا جميع انواع ده مش بيعمل hole ده يعمل hole ويعمل عليه internal thread ويعمل في counter boring and so on طب خلينا الاول نبادئ عن the bed ناخد plane hole ونشوف ايه اللي هنقدر نعمل فنشوف ايه على الرسم موضح لي ان انا هنا the depth of the hole هو مدهوني ومديني the diameter بتاع the hole as well وكمان مديني لو عايز اعمل the chumfer اقدر احدد قيمة ايه the chumfer اللي انا هشتغل عليه طب نيجيا نشوف the dimensions اللي احنا هناخدها لل hole فخلينا نقول the depth ماشي زي ما هو خليه بواحد the diameter هغيره اخليه بدل open two five هنخليه open five يبقى اذا انا عملت the change اللي هو في هذا الجزء وهعمل بعد كده اقول له خلاص يبقى كده هنقول ايه التالي عشان يقول لي فين البنز احنا زي ما اتفقنا هو جاء عند zero point وقاب لي the hole طيب احنا عايزين نودي the hole ده فين تعال نودي the hole ده نعمل ايه اتنين هوا نعمل هول هنا هول ونعمل هول الناحية الثانية كده طيب نعملهم ازاي دول يبقى كل اللي انا محتاجه ان احدد قيمة x y اه طبعا انا حديد قيمة x و y زي الgrade يا شباب بتساعدني الgrade اللي موجودة دي بتساعدني جدا بس انا طبعا اذا اعرف ايه spacing in x axis and y axis spacing دي بقى مباشرة هقدر اجيبها ان انا اعرف من هنا هو يعني انا ممكن استعمل الgrade ان انا اقول انا انا عشان عامل التمريف 5 inch يبقى عندي open to 5 يبقى انا همشي هنقول هناخد الهول الاولاني طبعا انا عايز اعرف اجيبها من هنا اه اجيبها من هنا من option واروح على snapping grid هي يظهر لي المنيو اللي موجودة قدامي فبيقول لي origin بتاعي x y x spacing open 5 y spacing open 5 length of the parts 4 inch length in x y 4 inch يبقى اذا اجيب لي كل طبعا انا اريد اغير spacing في x بدلا 25 من 100 او open 5 اقدر اغير الوك احنا انا يعني كده التقسيم كويس فخلاص انا احبت او رهالك تيجي من تعال هنا سيد الفاضل حجم الاثنين اما اتنقل قيم x y عشان تحدد position هذا الارو وتقول اولا انتقل هنا يقول حدد لي من فضلك مكان الهول طب احنا اتفقنا ندي 25 25 من 100 في اتجاه x 25 في اتجاه الوا يعني انا عندي open 5 هنا وهو وهجيب open 5 انه يبقى اذا الهول من الممكن انه يجي في النقطة دي تمام اهو شوف هنا انا مقدرتش ايه يعني عشان اجيت مكان الهول طب انا احسن لي طب انا انا اريد انا ارخ اقول ايه open 5 انا ممكن اعمل snap للجريد snap للجريد اوضح لك كل طريقة نقدر نعمل ازاي وبعدين ادي open 5 يبقى يا سيد الفاضل حصلنا على position بتاع الهول الاولاني وحددنا واصبحنا جاهزين دلوقتي عشان نشتغل للهول خلينا نوضح لما نيجي نعمل الهول حاج انا عندي في لما باجي اعمل هول لا يمكن ان انا نبدأ مباشرة بال pick drilling ده انا لازم عندي الطول الاولاني اللي بعمل ب spot drill وضعت مين spot drill لازم تحدد النقطة اللي هي او center بتاع بدأ الاول ب spot drill ثم الخطوة التالية او next step كانت مين drill يبقى كده انشأ الهول that's it خلاص انا اعتقد كده عندنا كل التفاصيل الموجودة لانشاء هذا الهول جابني فيه الهول هيتعمل ازاي spot drill ودي الطول اللي هي اشتغل به في spot drill الفيد قيمتها d و speed قيمتها d وعندي drill اللي هي العمق بتاع الهول هينتهي ازاي عملنا بهذه الطريق طيب هنا انا قلت انحنا عايزين ننشئ اكتر من هل يبقى هاجي هنا شباب اقول finish and create more هيرجعني المينيو دي مش هطلع بقى خالص هقول التالي وهي ودينا عند هول ادي التالي نفس الابعاد زي ما هي مغير طاية depth بواحد وال diameter بخمسة من عشرة وبعدين هنقول له التالي هيقول الposition بتاع الهول فانا هقول الposition بتاع الهول احنا عزين هون في الاتجاه الاخر هنا فهنقول له خد لي x b 3.5 و y هتبقى ب 3.5 3.5 يبقى كده هنقول له التالي هينقلني الهول في هذا المكان يبقى اذا انا كده عملت ال two holes بكده نكون نضغط على finish لانا خلاص انا مش عايز حاجة تاني فهضغط كده يبقى finish يبقى كده جاب لي ال two holes اللي انا هشتغل عليه بكده نكون انهينا هذا الجزء ان شاء الله نكمل في المقطع القادم عملية رحمت الله وبركاته